مشاهدين قامت محكمة الاستئناف الدار البيضاء أو قضت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي وفي منتصف العام الماضي قضت محكمة الدار البيضاء الابتدائية في المغرب بإدانة قائد الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة نشطاء آخرين بالسجن عشرين عاما وذلك بعد اتهامهم بالمساس بالسلامة الداخلية كما قضت المحكمة بحبس نشطاء آخرين لمدد تتراوح بين عام واحد وخمسة عشر سنة فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق رئيس تحرير موقع بديل أنفو الصحفي حميد المهداوي بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة مشاهدينا للمزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو سيد يونس آية أحمد الصحفي المغربي ورحبك سيد يونس بداية لماذا هذا الإصرار من قبل السلطة المغربية على الأحكام القاسية هذا الإصرار لأنه دعنا نعلم أن هذه محاكمة سياسية وبالتالي فإن القضاء هنا لا يملك سلطة تغيير الأحكام التي صدرتها لمحكمة الابتدائية أعتقد أن حل هذا الملف هذا وحل سياسي ما دامت المحاكمة هي محاكمة سياسية وبالتالي فإن حتى المعتقلون أدركوا ذلك وقاطعوا جلسة النطق بالحكم 38 من ضمن 42 ناشط متهم قاطعوا الجلسة لم يحضر الجلسة سوى المتهمون الذين المتمتعين بحالة صراح وبالتالي فإن حتى المعتقلين والمتهمين أدركوا أن الاستئناف لن يغير الأحكام وهذا ما حصل بالطبط أتوقع كذلك أن لن يذهبوا إلى الدرجة الثالثة من التقاضي وهي محكمة النقد لن يذهبوا إلى ذلك وبالتالي الملف الآن انتهى من وجهة نظرين انتهى قضائيا انتهى قانونيا الآن ما ينتظره النشطاء الحقوقيون المغاربة والحل السياسي يعني تهمة المس بسلامة الأمن الداخلي في البلاد ما هو شرحها أنا لم أفهمها هذا محاولة تكييف قانوني لملف ليس قانونيا بالمرة تعلم أن حراك الغيف نشطاء حراك الغيف كل مطالبهم كانت مطالب اجتماعية بناء مستشفى بناء جامعة مطالب اقتصادية واجتماعية صرفة هناك من حاول داخل الدولة أن يكيف هذا الملف قانونيا من خلال إيجاد هذه التهمة الفضفاضة وهي المس بسلامة الدولة والتي كما قلنا لا تعني شيئا على أرض الواقع لذلك المطالبات الحقوقية بالأساس هي مطالبات بإصدار عفو طيب عام عنها دعنا نشك معنا سيد محمد أغناج المحامي والناشط الحقوقي ينضم إليه عبر الهاتف من الدار البيضاء أرحبك سيد محمد يعني هل القضية بالفعل هي قضية سياسية واليوم بعد هذه الأحكام ستتحول إلى الفضاء السياسي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القضية هي قضية سياسية التهم هي تهم سياسية يعني يتعلق الأمر بما يسمى في القانون بالجرائم السياسية ثم المحاكمة هي محاكمة سياسية بمعنى أن الذي حرك المتابعة وحرك الاعتقادات هو قرار سياسي الذي استوقفنا في هذا المدرس خصوصا في المرحلة الإسجلاسية هو أن المنف لم يأخذ وقته في الدراسة والمناقشة لدينا 38 معتقلا ولدينا أصحاف حميد المعتقل كذلك ثم لدينا أربعة متهمين في حالة صراح لدينا عشرات التهم لدينا جنايات وزنح لدينا منف ضخم في تقريبا 12 ألف صفحة لدينا فقط الأحكام الاكتدائية تقريبا 6 ألف صفحة بمعنى أن المحتمى كان ينبغي أن تأخذ من الوقت فقط لقراءة كل هذه الوطائق واستخدار تفاصيل الوقائر واستخدار تفاصيل التهم المنصوبة لكل شخص من هؤلاء الأشخاص من أجل أن تستطيع أن تقدم حكما على الأقل منطقيا لا أقول عادلا لكن على الأقل منطقيا فبالتالي صدور الأحكام بهذه الصراحة وتأييد الحكم الجنائي الفدائي ينبئ من جهتنا جميعا أقصد جميع الأشخاص الذين عارضوا الملاف منذ البداية على أن الملاف لم يأخذ حظ ظهر من الدراسة وأن الحكم لن يجيب حقيقة على الإشكالات الواقعية والقادمية التي يطرحها شكرا لك سيد محمد غناجة المحامي والناشط الحقوقي كنت معي عبر الهاتف من الدار البيضاء والمعذرة المقاطعة لضيق الوقت سيد يونس بأقل من الدقيقة اليوم هذه الأحكام أدت إلى مظاهرات هل صب النظام الزيت على النار في هذا وبالتالي لم يعد هناك مخرج إلا بعفو ملكي ربما المظاهرات كانت موجودة قبل صدور الحكم الابتدائي وبعد صدور الحكم الابتدائي وكذلك قبل صدور الحكم الاستئنافي أنا أتوقع أن المخرج حاليا من جانبي هناك حسب الدستور الفصل 71 يتيح للبرلمان إصدار قانون عفو عام على جميع المعتقلين السياسيين وهناك الفصل 58 من الدستور الذي يعطي للملك صلاحية إصدار عفو خاص على هؤلاء المعتقلين وبالتالي الآن الكل ينتظر عائلات المعتقلين تنتظر النشطاء الحقوقيين ينتظرون فعلا إيجاد حل عبر العفو على الملك أشكرك جزيلا سيد يونس أيد أحمد صاحب المغربي على حضورك معنا كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم بخير